اكد الكاتب سام الماجد في صحيفة البلاد أنه بالرغم من انفضاح المخطط التخريبي القطري في المنطقة إلا أنه ما زال يكذب ويواصل النشاط ونشر التصريحات في محاولة نيائسة لطمس تاريخه الأسود من أذهان كل الشعوب العربية إذا عدنا إلى تحليل طبيعة الأزمة التي يعاني منها نظام الحمدين سندرك السبب في كل ما حدث ويحدث فهذا النظام ليس في الواقع سوى جزء أساسي من مؤامرة أشمل وأوسع وأشد خطرا أعدت لها ونظمتها الصهيونية بالاتفاق والتنسيق مع عصابات ملالي إيران والأتراك ومن تابع لقاء وزير الخارجي القطري في قناتهم الجزيرة سيلاحظ أدوارا قديمة في تمثيلية جديدة على مسرح العمل السياسي وبالرغم من انفضاح المخطط التخريبي القطري في المنطقة إلا أنه ما زال يكذب ويواصل النشاط ونشر التصريحات الغبية في محاولة نيائسة لطمس تاريخه الأسود من أذهان كل الشعوب العربية يقول وزير الخارجي القطري محمد بن عبد الرحمن حريصون على وحدة مجلس التعاون بصرف النظر عما حدث يتحدث وزيرهم وكأن النظام الحمدين قدمت تضحيات والبطولات للحفاظ على وحدة مجلس التعاون وليس المؤامرات وتغيير الأدوار والمواقف والسعي إلى عدم الاستقرار في دول الخليج العربي والاستمرار في مهمة تثبيت البناء الطائفي الإرهابي في المنطقة ثم عين قطر من مجلس التعاون وأميرها لا يحضر القمم ومقعدها رصدته العناكب وتهذي ابتهاجا عبر منصة الجزيرة في مهاجمة دول المجلس أي تناقض هذا وأي خداع للنفس قطر ترى بأعين غير أعين دول مجلس التعاون وتتحدث بلغة غريبة وسعيدة جدا بهذا الواقع المرفوض والصور السلبية نظام يدعم الإرهابيين والعملاء وأعداء العرب والإسلام ويستنجد بالصهيونية وحول أرضه إلى محطة لمجمل الحراك التخريبي في المنطقة ثم يتحدث عن الحكمة في إيجاد الحلول نظام يستثمر المليارات في الإرهاب ويحفز إنتاجية الإخوان وغيرهم من العصابات ويشن الحملات الضارية المستمرة والشاملة على مصر والسعودية والإمارات والبحرين وبالأدلة القاطعة ثم يخرج ويتحول إلى مثقف ويتحدث عن الحكمة إننا لا نقال إن قلنا إن نظام الحمدين أصبح يهدد الأمن الدولي وشره مس أرض كل دولة بطريقة أو بأخرى ترجمة نانسي قنقر